السلام عليكم كيف حالكم يا جواهر مبروك والله الفوز من باراة صعبة بالفريد يغديه يعني لغمه بلعبه زي الماس ولا يخندوك انت تلعب مصبوك عندية ايطاليا ما تدافع زي ما يدافع الفيحة بس للامانة احطاق عن الحق قدموا عداءه سطوري الشيطة الاول كان سيء عمل بشكل مو طبيعيه ما في الا فرصتين يمكن على مرمو الفيحة اللاعبين كلهم بلا استثناء كانوا مو مركزين مو منسجمين فيه اخطاء في الاستلام وبتسليم اخطاء في التمرير يا جماعة مو معقون اخطاء بداية قاعدة تصير تحس ما في جدية والنعيب مو فعبين بعض يمكن عشان ما لعبنا مباريات ودية في فترة التوقف جولة الصين تعجلت ما لعبنا الا مع انتر ميامي والهلال هي دايما المباريات اللي بعد فترة التوقف تكون صعبة للامانة اتغير الفريق في الشرطة الثاني دخلنا الشرطة الثاني بجدية قاعدين نهاجة من كل الجهات من العمق ومن الاطراف جربنا كل الحلول الا التزديد من خارج منطقة الجزاء يا اخي عندنا اللعيبة تشوذ كريستيانو تاليسكا اوتافيو بروزافيتش ليش محد كان يجرب الشرطة الثاني كان اغلب عرضيات في الاخير جاء الحل من العمق ومن الموقف الاسطورة كريستيانو اخي هدف جميل عالطاير من نمسة واحدة اول هدف لكريستيانو في عام عام 2024 بروزافيتش يا جماعة قدم اعداء خرافي صنع اكثر من فرصة وهو اكيد واحد من مجمع المباراة اخوان ايش رايكم في اعداء عزيز كاول بضور دفاعيا للاعب ممتاز لكن وجويا لسه ماشي للامان عرضياته سيئة بس لسه دوبوا اول مباراة ما نقدر نحكم عنه اكيد انه اتطور مع المدرب كاسترو الحلو يا جماعة انه خطوا الدفاع كان من صحصة لابورت والعمري قطعوا كواد وشعلوا كم فرصة حتى سلطان الغنام صحيح ان الفيحاء ما هاجب اصلا لكن فرصهم برضو كانت خطيرة صراحة تلسكة في المباراة هذي ضايع والله ما تعلم اش قاعد يسوي بس اهم شي فوزنا اهم شي في الادوار الاطصائية الفوز حتى لو الاداء ما كان ذاكا الاداء الخرافي ومبروك يا عالميين وختاما لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ظهر لكم الان على عسال الشاشة مقطع شيكو عليه واشوفكم المقطع الجاي